اشتركوا في القناة وهو يسمى بهية الحجد الشعبي فالح الفياض ومثل ما تعرفون الحجد الشعبي ومجموعة ميليشيات ميليشيات التي وضعت في هذا الهطار تحت تسمية الحجد الشعبي عموما تحدث في الأسبوع الماضي في ذكرى مقتل الضابط الإيراني في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني وأيضا الضابط في الحرس الثوري الإيراني أبو مهدي المهندس دعنا من الذين يقولون هذا عراقي وهذا قادة نصر هذا الكلام لن نناقشه لأن الناس كثيرا تحدثوا فيه ولا يحتاج إلى نقاش هموما تحدث فالح الفياض في هذه المناسبة وقال كلام كثير لكن ما يهمنا الحديث الذي ربما رح نتحدث به اليوم قال أنه هيئة الحشد مؤسسة لها خصوصيتها وهذه كنا نعرفها الحكومات والبرلمان والميليشيات الحاكمة وضعت لهذا الإطار الميليشيوي خصوصية يعني هم يقولون تابع يعني يتحرك بامرة القادة العام القاتل المسلح اللي هو رئيس الوزراء وهذه كذبة كبيرة هو تابع للدولة وهو ليس له علاقة للدولة تابع للحكومة للجهزة الأمنية ما لا علاقة هو فوق الجميع وقال أيضا هيئة الحشد هذه المؤسسة لها خصوصية ساهمت بحماية الدولة والنظام الدستوري وهنا يعني نخلي تحت كلمة الدولة والنظام الدستوري ألف خط مليون خط نخلي جواها لأنه علينا نتساءل أولا يقول ساهمت بحماية الدولة علينا أن نتساءل أولا أي دولة يعني ساهمت في حمايتها وأين هي هذه الدولة وما هي شكلها ما هو شكلها يعني عندما يتحدث عن دولة عليها أن يقول لنا أن هناك مفروض هكذا هناك دولة وهناك مؤسسات ودولة لها قوانينها ولها وضعيتها ولها استقلالها ولها سيادتها والتالي هذه المؤسسة اللي هو يسميها لخصوصية ولتابع لهذه الدولة حمت هذه الدولة ضمن واجباتها أن تحمي هذه الدولة حقيقة منذ 2003 لحد الآن أن هذا الكلام مونعدنا حتى من الذين احتلوا العراق عندما يتحدثون في الحقيقة يعرفون أن لا في العراق ليس هناك دولة واقع الحال بغض النظرة عن من يتحدث بهذا الموضوع واقع الحال يؤكد أن في العراق ليس هناك دولة ما هو شكل هذه الدولة وهل تشبه الدولة الأخرى ليس لها علاقة شبه بأي دولة من الدول العالم مقسمة جزر متباعدة الحوار بين كل جزيرة وجزيرة يكاد يكون منقطع والكل إلى مصالحة وتحكم هذا الكيان هذا الجزء الموجود على الأرض تحكمه عصابات وميليشيات وقوانين خاصة جزء من عنده يسمي نفسه دولة لوحده لكراد يسمون نفسه وجزء آخر لا تعرف انتماء لمن يعني ثار حتى على من كان يعتبرونهم حاضنة لهم يعني عندما ثارت عندما انطلق الثورة التشرين كل محافظات الجنوبية التي يعتبرونها حاضنة للميليشيات ثارت ضدهم وحرقت مقراتهم وحرقت مقرات الميليشيات ومقرات الأحزاب ونادت بسقوط العملية السياسية واسقاط هذا النظام إذن هناك يعني صلة مقطوعة بين الشعب وبين النظام وعندما تكون الصلة مقطوعة بين الشعب والنظام والكيان هذا اللي موجود ليس له سيادة ولا استقلال فليس هناك دولة هناك فوضى عارمة فساد يتحكم بكل شيء دولة يسمونها تعبيرات الجديدة دولة هشة هي لا دولة حقيقة يسمونها يعني لتجميلها يسمونها دولة هشة فالحقيقة هي يعني ليس فيها أي أسس من أسس الدولة فبالتالي اللي حموه حماية الدولة خلي قلنا أولا شين هي الدولة اللي حموها ومن هي الدولة هم حموا مؤسساتهم حموا انتشارهم حموا حلمهم حموا تصميمهم حموا مخططهم نفذوا مخططهم اللي من أجله انتشره وقامه وشكله وما يسمى بالحجد الشعبي من أجل حكم العراق هذا واقع الحال ويقولوا يعني أيضا ساهمت بإحماية الدولة والنظام الدستوري ومرة أخرى أنا تسأل أي نظام دستوري يعني هو الدستور هذا الخرقة تستخدمونه عندما يفيدكم وتمسحون بأحذيتكم عندما تجدونه يعني لا يفيدكم ما هو انتم من الفين وخمسة من كتابة هذا الدستور من كتابة هذا الأمريكي وصوتت عليه تصويت بالغش ويعني غير حقيقي وغير شرعي قلت ان هو دستور ناقص واحتاج إلى تعديلات وسنعدله وضعت فقرة تقولون سنعدل هذا الدستور وأنتم جميعا تقولون أن الدستور مشكلة بكثير من المواد وكثير يجب أن يتفدل إذن يا نظام دستوري هذا اللي حميتو أساسا هو الدستور أنتو كلكم ما معترفين به لكن هو يخدمكم لأنه هو يتحدث عن مخونات ولا يتحدث عن مواطنة يعطيكم الحق في تكوين ميليشياتكم يعطيكم الحق في الفساد والخراب والحكم بطريقة غريبة عجيبة لا يعتمد العراقي أساس في بناء هذا الكيان وفي النهوض به وبالتالي هذا الدستور ما قيمت بالعراق يعني على ما تنفذوا تنفذوا على الفقراء فقط على الشعب عندما تريدون وبالتالي أي نظام دستوري نظام دستوري يعني هذا اللي يشكل بي يشكلون بمجلس النواب هذا اللي تعتبرون هذه الانتخابات 12-13% من الشعب العراقي من الذين يحق لهم المشاركة بالانتخابات يشاركونوا أكثر من 85% لا يشاركون بالانتخابات يقاطعونها وتعتبرونها الشرعية وتؤسسون عليها والذي فاز في هذه الـ 12-13% يعني الكتلة التي فازت الأكبر التي فازت بها تنسحب وبالتالي من يشكل الحكومة من يشكل البرلمان وسيطر على الدولة هي الكتلة الخاسرة التي خسرت تلك الانتخابات وكانت تعترض عليها وتقول مزورة هل هذا هو النظام الدستوري الذي تتحدثون عنه؟ وبالتالي هذا الكلام عندما يسمع عن حماية الدولة وحماية النظام الدستوري غير حقيقي وغير صحيح واقع الحال أن هناك إرادة إيرانية كانت تريد للميليشيات أن تسيطر على العراق وهذه الميليشيات مملوكة لإيران وهي من تتحكم وتتغول بالعراق وبالتالي الحكم لطهران هي من تعين هي من تفصل هي من تحدد السياسة هي من تحدد شكلها تحدد اقتصادها هذا واقع الحال وبالتالي هذا الكلام اللي يتحملون بشعب من نية وتحملون بفضل على الشعب هذه كذبة كبيرة وما عاد أحد يصدقها وواقع الحال يثبت من تكراركم لهذا الكلام أنكم تعرفون أن الشعب لا يصدقها وقت هذه الحلقة قد انتهى أعزائي المشاهدين أترككم بخير وألتقيكم في حلقة أخرى لذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة